الوقت هنروح بورسعيد وهي أول محافظة بيتم تنفيذ فيها منظومة تأمين الصحي الشامل دلوقتي هتنابع مع زميلنا أحمد الحسيني مراسل صباح الخير مصر الخدمات الطبية اللي بتقدم الهالي هناك على أرض الواقع صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد صباح الخير يا بسان صباح الخير لدكتور محمد العقاد واستكمالا طبعا لكلامه خلينا نشوف على أرض الواقع ما حدث سواء ما يحدث هنا في محافظة بورسعيد أولى المحافظات اللي دخلت منظومة هيئة التأمين الصحي إحنا تحديدا دلوقتي موجودين في مستشفى النصر التخصص هو إحدى المستشفيات اللي دخلت بالفعل المنظومة الجديدة حاجة فوق الخيال حاجة روعة يمكن إحنا صورنا يعني منذ قليل لقطات وأكيد هتعرض الآن على الشاشة لقطات بتتحدث عن نفسها مش محتاجة لأنا أوصيفها ولكن خليني أقولك يا محمد سريعا أن بورسعيد في تسعة مستشفيات دخلت الخدمة فيها لمنظومة التأمين الصحي الشامل أو منظومة الصحي الجديد فيه اتنين منهم تحت التطوير ده طبعا بالإضافة لخمسة وثلاثين مركز ووحدة مختلفين طبعا فيه منتشرين فيه ربوع محافظة بورسعيد خليني نتعرف على تفاصيل أكتر فيما يخص محافظة بورسعيد مع الأستاذ الدكتور مستفى شعبان مدير عام هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد يعني أهلا بحاجة يا دكتور وصباح الخير كلمنا طبعا عن ما تم من إنجاز في هذا الموضوع واستكمالا طبعا لكلام الدكتور محمد العقاد في الستوديو أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد وصباح الخير على حضراتك وصباح الخير على أسر البرنامج صباح الخير وصباح الخير على كل المصريين يا رب منظومة التأمين الصحي الشامل ده منظومة نظام صحي تكافولي بيضمن تقديم الخدمة بكل مستوياتها زاد جودة عالية جدا لكل الفئات المصرية دون تميزة مبين فقير أو غني وكمان الدولة بتتكفل بالمواطن الغير قادر على تكلفة الخدمة زي ما حضرك قلت في الأول إحنا عندنا في بورسعيد تسع مستشفيات بتقدم الخدمة يمكن فيه مستشفتين تحت التطوير عشان لسه ينطبق عليها معايير الاعتماد والرقابة وعندنا 35 واحدة ومركز رعاية أولية بتقدم حوالي أكتر أو 80% من الخدمة الصحية لأنها البوابة الأولى لخدمة المريض ويأتي بعدها في المقام الثاني المستشفيات ويمكن زي ما حضرتك أشارت وقلت دي مستشفى النصر اللي موجودة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وهي أول مستشفى حصلت على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة لمدة 3 سنين والاعتماد أو المعايير المصرية دي معتمدة من منظمة الإسكوا العالمية يمكن فكرة الاعتماد والرقابة دي ما كانتش موجودة قبل كده لكن برضو خلانا نتكلم عن عدد المنتفعين هنا في محافظة بورسعيد ويهي الخدمات اللي بتقدمها المنظومة هنا في بورسعيد هو عدد المشتركين في منظومة التأمين الصحي الشامل واللي اشتركوا بالفعل احنا تقريبا وصلنا ل700 ألف مشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل حوالي 204 ألف ملف أسرة لأن النظام القديم بيختلف عن النظام الجديد النظام الجديد كانت التقطية فيه الفرض ولكن في النظام الجديد بقت التقطية شامل الأسرة بالكامل فبالتالي كل طبيب أسرة له عدد معين من الملفات طب الأسرة وبيتباحها حتى لو المريد لقدر الله احتاج ان هو يروح المستشفى فبالتالي المستشفى بتبعث الفيدباك بتاعه اللي تم علشان يفضل متسجل إلكتروني على السيستم في حين بقى احتاجوا المريد في أي وقت أو احتاجوا الطبيب في أي وقت بيرجع يلاقيه موجود الخدمات اللي بتقدم يمكن كل مستشفى ببرسعيد بتقدم خدمات خاصة بالمستشفى ولكن احنا بما اننا بنتكلم على نووزة جسم المستشفى النصر دخل منظومة التأمين الصح الشامل تجريبي في 7-2019 وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتحها بالفعل في 26 نوفمبر 2019 المستشفى زي ما قلت لحضرتك حصلت على الاعتماد لمدة 3 سنوات من هيئة الاعتماد والرقابة بتقدم جميع الخدمات الطبية اللي انا اقول لحضرتك عليها من جراحات قلب الكبار جراحات قلب الاطفال ودي جراحات تقدم لأول مرة في محافظة ببرسعيد من خلال التأمين الصح الشامل عندنا وحدة أسطرة قلب الاطفال وحدة الدكتور مجد يعقوب عندنا أسطرة قلب الاطفال وأسطرة قلب الكبار بالإضافة لوحدة الغسيل الكلوي اللي موجودة ودي كانت أول برة تحصل في ببرسعيد من خلال منظومة التأمين الصح الشامل بالإضافة طبعا لأورام الأطفال وخدمات الطب النووي والإشعاعي وما إلى ذلك من فحصات عديدة جدا قد تكون موجودة الأول مرة داخل محافظة بورسعيد من خلال التأمين دكتور يعني موجود رائع طبعا جدا وإحنا فعلا موجودين في وحدة الغسيل الكلوي هنا وفعلا دخلنا وشفناها حاجة ما شاء الله يعني مشكورين جدا وعائد التأمين الصحي وطبعا عايزين ننوه كمان لزمالة في الستوديو أن تم كمان تأهيل الكادر الطبي والمساعدين للكادر الطبي بحيث أنهم يطلعوا بهذا الشكل لأيك بنتواجه بالشكر لأستاذ الدكتور مصطفى شعبان مدير عام الهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد وإليكم زمالية في الستوديو كل الشكر لك أحمد الحسيني كنا محضراتكم بس مباشر من فقرة مسجلة من محافظة بورسعيد وكمان قبلها شفنا التم في المرحلة الأولى في محافظة الإسماعيلية وفي محافظات تانية كتير يمكن انضمت كمان في المرحلة التانية منها أكيد محافظة السويس